ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار ما المقصود بهذا الأمر؟ نعم لما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 في 15-4-438 بإنشاء الهيئة العامة للعقار وأسند إليها بعض المهام وكان دور الهيئة حقيقة في البداية دور تكاملي مع عدد من القطاعات من ضمنها وزارة الشؤون البلدية القروية وكذلك وزارة العدل ولكن في عام 1443 في 23-1-1043 صدر قرار مجلس الوزراء بأن يكون الغرض من إنشاء الهيئة العامة للعقار كاختصاص أصيل هو التسجيل العيني للعقار بدل ما كان عند مختصاص وزارة العدل تم نقل هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للعقار حقيقة تسجيل العيني للعقار هو مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه لها وسيتم تطبيق ذلك قريبا عن طريق أن يكون لكل عقار سجل خاص يدون فيه جميع بيانات لهذا العقار من مساحة وأطوال ومواصفات العقار ومباني ويتم إثبات ذلك ومكونات العقار وكذلك ما على هذا العقار من الالتزامات وحقوق وعقود وجميع ما يلزم إيش الفرق بين هذا التسجيل وما بين الصك العادي نعم الصك العادي يصدر من نزارة العدل وهذا الصك مستقل وكما هو ما تغير عليه شيء ولا أضيف عليه شيء لكن تم تطويره ورغمنات هذا الصك أصبح صك إلكتروني محدث الخطوة اللي بعدها سيتم تسجيل هذا الصك الصك ما لعلاقها هو مجرد يعطيك رقم القطعة وموقعها ومالكها وليس له علاقة بمكونات هذا الصك تحقيقا للشفافية وتحقيقا للموثوقية يعني يأتي السجل العين للعقار لإثبات مكونات هذا الصك ويصبح مستند له حجية مطلقة للإثبات أمام القضاء ولذلك هذا الغرض من إنشاء السجل العقاري هل هو المقصود فيه يعني في بعض الدول العربية هي جهة تسمى الشهر العقاري الشهر العقاري هل هذا هو المقصود به جميل هناك بعض الدول فعلا تطبق الشهر العقاري وإن كان بطرق أخرى لكن لم يكن في السعودية أخذت كثير من التجارب الدولية وطبقت هذه المعايير وبطريقها جدا يعني احترافية ونلمس حقيقة يعني من الهيئة العامة للعقار يعني يشكرون على جهودهم التي يبدلونها على قصر المدة التي منذ إنشاء الهيئة وبكادر بسيط وحقيقة يعني يشكرون على هذا الجهد لأنها جهد ملموس من خلال ما نراه من اللوائح التنظيمية التي صدرت بعد هذه الأنظمة وكذلك الجهود التي يبدلها التي تبدلها لها العام العقار بقيادتها ومن خلال وضع التنظيمات والتشريعات والجهود التي تبدل من قبلهم جميل فيشكرون على هذه الجهود ونحب أن ننبه مجرد يعني أن القرار المجلس الوزراء الذي صادر في 23.1.443 أسند إلى الهيئة كما ذكرنا تسجيل العين العقار وكذلك أضاف مادتين أو اختصاصين آخرين وهو إنشاء مركز تدريب وهو ما يسمى بالمعهد التدريب العقاري وكذلك أعطى الهيئة الحق في إسناد بعض الخدمات التي تقدمها القطاع الخاص نحن قريبا من شهر أطلقت صندوق الاستثمارات العامة الشركة الوطنية للتسجيل العين للعقار وأسند مهمة تسجيل العين العقار إلى هذه الشركة لتقوم بهذه الإجراءات ويعتبر هذا إنفاذا لهذه المستندة أو هذه الفقرة